اهلا بحضراتكم فقرة يعني اثارت الكثير من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام الخطبة المكتوبة وزارة الاوقاف بالصدد ان هي يعني بدأت هذه التجربة انه يبقى في خطبة موحدة مكتوبة بتوزع على جميع المساجد في جمهورية مصر العربية التابعة لوزارة الاوقاف وبالتالي كان لهم وجهة نظر يعني ايه وزارة الاوقاف انه تحديد الفترة الزمنية عدم الخروج عن موضوع الخطبة علماء متخصصين هم اللي هيكلموا فهيبقى الكلام اكثر ثقلا واهمية لكن على الضفة الاخرى عدد كبير من الائمة رفضوا هاته وعملوا هاشتاك حتى على الفيسبوك لا للخطبة المكتوبة الابتكار والابداع واين ايراد الخطيب او الامام واين تفكيره وانه ده هيدهور مستوى الخطيب وقدرته على البحث وقدرته على حفظ حتى ايات القرآن مثلا ما هي مكتوبة فما الحاجة اذا للبحث والتعب ويمكن في الحالة دي اي حد من المصلين يطلع يقرأ هذه الخطبة اذا كان يجيد القراءة باللغة العربية وانتهينا ما بين مؤيد ومعارض احنا النهاردة بنستضيف الشيخ راشد السيد راشد وهو يجب وزارة الأوقاف لكن في بعض الزوايا وبعض المساجد الاهلية تشرف عليها وزارة الأوقاف اشرافا فقط يعني اشراف مش حقيقي يعني مش اشراف يعني ممكن تتجاوز المئة الف طبعا يعني عدد المساجد او الزوايا الغير مندرجة تحته هي اكبر بكثير من العدد الرسمي يعني ممكن تبقى اكتر من ربعمائة الف زاوية ممكن تبقى مليون زاوية لا مش كلمة ألف يعني ممكن يبقى مية زي المية مية زي يوم تانين طيب وعندناك كم خطيب وإمام هو الأئمة المعينين التابعين لوزارة الأوقاف حوالي خمسين ألف إمام خمسين ألف إمام خمسين ألف هو الأئمة الرسميين المعينين تابعا لوزارة الأوقاف طيب جميل خطبة الجمعة في الأسبوع الماضي شهدت خطبة المكتوبة وكان خطيب مسجد السيدة زينب ظهر وفي حضور الدكتور محمد مختار الجمعة وزير الأوقاف اللي قرر وضع هذا النموذج الاسترشادي للخطبة سؤالي الخمسين ألف خطيب إزاي بيوصلوهم الخطبة؟ هل بتستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ولا بتوزعوا ورق مطبوع؟ هو tight نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ونستخدم برضو الورق المطبوع يعني بعض الأخوة اللي بيعرفوا ويتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي واللي بيسهل لهم هذا الباب فبيتعاملوا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق موقع الوزارة بينزل الخطبة من على موقع الوزارة بعض الوزارة التي تتح لهم مثل هذا بيأخذوا الخطبة مطبوعة من إداراتهم التابعة له جميل خمسين ألف إمام المسجد بخمسين ألف يقرأها في خطبة الجمعة طيب هنا لو أنا سألت سؤال بسيط من الذي يراقب الخمسين ألف هل عندنا خمسين ألف يعني آخر ليراقب مدى التزام الخطيب بالخطبة دي المكتوبة أم لا المسألة مش بالشكل يعني مش بهذا الشكل اللي حضرتها تكلم به لكن المراقبة فيه بعض المفتشين في الإدارات وفيه المفتشين في المدريات يصل عددهم لخمسين ألف لا ليس إذا ممكن ما يلتزمش الخطيب دون أن تدري وزارة الأوقاف هو الخطيب يعني فيه مشكلة هنا أدى الخطبة النهاردة والتزم بيها بيصل الأمر للوزارة عن طريق المفتش عن طريق أحد رؤاد المسجد لفندر ما أنا سألت حضرتك هل فيه خمسين ألف مفتش طيب يبقى إزاي هتوصل للأوقاف عشر تلاف ما لتزموش هتعرفون إزاي هاضرب لحضرتك مسألة مع مسألة نعم فيه مفتش في منطقة معينة ونفترض مثلا المنطقة اللي أنا فيها منطقة ميدان لبنان وما حولها فيه مفتش يتبع لها المفتش بينزل أثناء الخطبة يمر على عشر مساجد مثلا أثناء الخطبة ده بيتم بالفعل؟ يعني أنت عايز تقول لي أن الخمسين ألف مسجد بيتم متبقى تنفيذ الخطبة المكتوبة بها بهذه الطريقة؟ ليس الخمسين في كل جمعة؟ يعني هذا المفتش هذه الجمعة فتش على خمسين مسجد وجد بعض المساجد منضبط أو بعض المساجد غير المنضبط يكافأ والغير منضبط يعني يعاقب؟ إحنا معنا على الهوى خطيب أو إمام مسجد السيدة زينب أثناء إلقاء الخطبة المكتوبة وده في أول تطبيق رسمي لها طب أنا هسأل فضلتك شيخ راشد السيد يعني هل أنت مع هذه الفكرة؟ مع فكرة الخطبة المكتوبة الموحدة؟ أنا أقول لي حضرتك حاجة مسألة خطبة الموحدة مسألة أن هي تبقى يعني بشكل عام على مستوى الجمهورية أنا لا أؤيده لا أستطيع أن أؤيد هذا ليه؟ هقول لي حضرتك لأن إحنا عندنا الريف والحضر وعندنا البدو وعندنا الفئات المثقفة في الأحياء المثقفة في فئات الفلاحين في المناطق الفلاحين في كل هذه الفئات تحتاج إلى خطاب معين صحيح فلا أستطيع أن أجبر الخطيب أنه يخطب خطبة معينة لكل هؤلاء الفئات في موضوع واحد في موضوع واحد استطيع فأنا يعني أرى أن حتى وإن فرضت الخطبة المكتوبة أن تكون خطبة استرشادية يسأل الإمام لأن بعض الأئمة لا يستطيع أنه يجمع معلومات ثقافية بشكل تؤهله لأداء خطبة قوية طب هو إمام أو خطيب وهو ملم لا بقواعد لغة عربية ولا بثقافة إسلامية أنا قلت لحضرتك أننا المساجد المضمومة لوزارة الأوقاف مئة ألف مسجد نعم وعندنا الأئمة الرسميين خمسين ألف إمام تمام خلاف الزواج المضمومة اللي بتشرف عليها وزارة الأوقاف هذه المساجد تؤدى فيها خطبة الجمعة من الذي يخطب هذه الجمعة؟ بعض الخطباء المكافأة وهاء أزهري بعضهم غير أزهري خطباء المكافأة خطباء المكافأة هو خطيب يخطب الجمعة بمقابل تعطيه له وزارة الأوقاف وهو مش تابع لغة الأوقاف ليس شرطا أن يكون أزهريا يعني بعضهم حاصل على مؤهل عالي مثلا من جمعة القاهرة من جمعة عن الشمس أو من أي جمعة وبعضهم ما أكملش تعليمه؟ ممكن؟ أحيانا بعضهم مع سنوية أو بعضهم دبلوم حاول أنه يعني يقاوم نفسه ودخل الاختبار في وزارة الأوقاف نجح في الخطابة فبيعطوله تصريح بالخطبة خطبة المكافأة لكي يسد هذا الفراغ في هذه المساجد حتى لا يسيطر على هذه المساجد أحدا غير معلوم هل هي محاولة لتلافي ضعف الخطيب أو الإمام والعجز العددي في عدد الأئمة مثلا؟ هذا جانب والجانب الآخر هل هي محاولة لإبعاد المساجد عن أي نواحي سياسية أو الدخول فيما ليس من هدف الخطبة؟ هنا أنت لمست نقطة خطيرة الابتعاد عن توجيه الدين أو استخدام الدين من أجل أغراض دنيوية سياسية صحيح؟ هل ده يؤكد ما يصار حول وجود خلايا إخوانية ووهابية وسلفية من هؤلاء الأئمة حتى للأزهر؟ أنا لا أقول أنه في وجود خلايا إخوانية أنا اللي بطرح السؤال بعض الإخوة لا يعني الكلام الذي يقوله أحيانا ينفعل أثناء أداء الخطبة ده بس ده مش سؤالي أنا بس ألحك سؤال محدد وواضح وصريح لتقييد وتحجيم هذه الإخوانية أو السلفية التي تستخدم المنابر والمساجد من أجل خدمة فصيل سياسي مدان قانونا بالإرهاب؟ من ضمن الأغراض من ضمن الأغراض أن نقيدهم وأن يكون ليس لهم سلطان على المساجد حتى وإن كانوا يعني ممكن نصلح من شأنهم نخليهم مواطنين صالحين تصلح من شأن ما؟ بعض هؤلاء الدعاء بعض هؤلاء الدعاء لما تدي له خطبة مكتوبة تصلح من شأنه إزاي إما هيلتزم بها وغالبها يلتزم بها إن لم يلتزم بها فممكن يعرض نفسه للمعاقبة القانونية لا هو أصلا لماذا يعتلي منبرا وهو يصيل سياسي ولا يخدم الوطن ولا يخدم العقيدة الوسطية اللي ينادي بها الأزهر يعني إن وجد أنا أقول إن وجد إن وجد هذا فأي كم نزبتهم في تقديرك هؤلاء؟ أنا لا أعرف أحدا يعتلي منبرا ينتمي لا تعرفه شخصي لا أعرف أحدا لا تعرفه بشكل شخصي حضرتك عرضت عليه السؤال لكن لم يصادفني أن أحدا من هؤلاء الفصائل يعني في الجمع يعني طيب في بعض الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس الأزهر بيرى إن الخطبة المكتوبة بتعد خطوة من خطوات تجديد الخطاب الديني فهي معدة من علماء ومنضبطة لغويا وزمنيا وإنها متبعة في الحرمين الشريفين مكتوبة أيضا نحن نقتدي بالمملكة العربية السعودية في هذه الخطوة مثلا؟ هي مش مسألة اقتداء هو إن كان الدكتور أرد هذا المثال هو يعني مثال هو يضرب مثال إن هذه التجربة مطبقة في دولة من الدول العربية وهذا المثال ناجح يعني أحيانا يعني كثيرا ناجح فهو جعله أنموزج وليس إننا نتبع هذه الدول في أئمة آخرين بيعترضوا على هذه الخطبة المكتوبة وبيقول واحد منهم الدكتور رأفة عثمان أستاذ الفقه المقارن بكليات الشريعة بالقاهرة بيقول إنه يعني ندى حجر على تفكير الخطيب وإنه طالما الأمر وصل لكتابة الأئمة والدعاء فما جدوى كليات الشريعة وأصول الدين والدعوة نحن نغلب إذا كنا سنقدم خطبة مكتوبة يقرأها أي إنسان يجيد اللغة العربية أي مصلي يجيد اللغة العربية يعتلي المنبر ويقرأها المسألة ليست مهمته خطبة الجمعة فقط إمام المسجد ليست مهمته أن يخطب الجمعة فقط إمام المسجد اسمه إمام وخطيب ومدرس إمام يأوم الناس في الصلاة وخطيب يخطب الجمعة ومدرس يدرس للناس الدروس اليومية في المسجد وهذا هو مجال عمل الإمام الحقيقي لأن خطبة الجمعة خطبة وعظية خطبة نسميها شحنة إيمانية إسبوعية للناس هدفها تجديد الوعي أو تذكير الناس ببعض التعليم الديني لكن أنا أعتقد أن عمل الداعية الحقيقي يعلمه للناس من شرائع الله سبحانه وتعالى يعني عندنا ندرس الفقه في المساجد ندرس العقيدة في المساجد ندرس السيرة في المساجد هل ملتزم بأسر مكتوبة مثلا؟ غير ملتزم بشيء لا يفرض عليه شيء كيف نسمح له هنا بأن يبتكر أو بإرادته الشخصية وموهبته العلمية وتحصيله العلمي ثم نحاصره في خطبة الجمعة وننفي عنه نفس الصفة التي نمنحها له في مجال آخر أقول لها دوسك دروس اليومية في المسجد بالنسبة للإمام زي ما قلت حضرتك نحن بنشرح فقه بنشرح سيرة بنشرح حديث بنشرح تفسير كل هذه المناهج يعني مناهج نبوية وقرآنية يعرض فيها أقوال العلماء وكلام السلف الصالح وكلام ليس فيه لبس فيه علم حقيقي هذا هو العلم الحقيقي فانتقاءه لبعض الأقوال سيكون فيه تفاقية يعني إذا اختر من الأمور الشاز ومن الأمور المتطرف من الأراء هو هنا يوجه أليس كذلك؟ وإذا اختر ما هو معتدل من الأمور والعلماء فهو هنا يوجه في اتجاه آخر نحن عندنا في الأزهر تعلمنا حاجة أو الحاجة دي اللي هو المنهجية الأزهرية في تدريس العلوم الشرعية للناس إننا لما بعرض مسألة فقهية مختلف فيها بعرض أراء الفقهاء كلهم بقول مثلا السادة الحنفية فتواهم كذا السادة الشفعية فتواهم كذا السادة الحنابلة فتواهم كذا السادة الملكية فتواهم كذا الإمام فلان قال كذا لمن فلان قال كذا وأعرض هذا على الناس والناس تتخير ما يناسبها هذا أسلوبك أنت شيخ راشد ربما لا يكون أسلوب أسلوب أغلى من الأزهر هل صحيح أن هناك خلال سادة الأزهر ووزارة الأوقاف حول الخطبة المكتوبة الأزهر لا يؤيد هذه الخطبة المكتوبة الأزهر يعني بشكل أن هذه الخطبة ربما تضعف من قدر الإمام وخصوصا أن الأزهر جامعة الأزهر فيها أسدتنا الأسدت الكبار أسدت أسدت كل شريعة كل توصير الدين كل الدرسات الإسلامية كل الدعوة الإسلامية هذه كل يات فيها يعني أنت مع رأي الأزهر في رفضه لهذه الخطبة المكتوبة أنا قلت لحضرتك في الأول أننا يعني مسألة الخطبة المكتوبة لا أرفضها على الإطلاق ولا أبيحه على الإطلاق أنت بتحاول تصل أنا يعني زي ما قلت برضو الأصل في الموضوع ما يفيد الناس إلا لو هيفيد الناس أننا أفرض على الخطيب خطبة مكتوبة يبقى أفرض عليه خطبة مكتوبة يبقى أنت أخر خطبة ليك لك كأنه مكتوبة كذلك كانت الخطبة الماضية خطبة الاختيارية لم تفرضها وزارة الأوقاف على الإعام هي في بعض الجمعة خطة باختيارية كان قصد الخطبة المقروقة لا الخطبة المكتوبة المكتوبة أنا المكتوبة نعم وصلت إليك وصلت كل لعواي عامة التزمت بها التزمت بالعنوان العنوان فقط المضمون قرأت المضمون وصيغته بشكل الذي أستطيع بأسلوبك لم تلتزم حرفيا لم أمسك ورقة وأقرأ منها لم أستطع أن أفعل هذا لماذا اشرح لي احنا شاهدنا في الفيديو الخطيب وإمام مسجد السيدة زينب وهو يقرأ من الخطبة المكتوبة في حضور الشيخ أقول لحضرتك الخطبة اللي فاتت أو الماضية كانت كما قلت خطبة يعني استرشادية دع أنا عايزك تجاوبني بس على السؤال ماذا لم تمسك بالورقة هاصل للنتيجة اللي حضرتك خطبة استرشادية اختيارية للأئمة إلزمية لو كانت إلزمية لأمسكت الورقة هي في جمعة جمعة استرشادية لسه لم تبق خطبة الجمعة أيوة ما زالت تطرح للنقاش آه ما زالت يعني هذه الأمور لم تقر لم تقر لم تقر لم تقر لم تقر دعا في النظر أو مكفوفين تمام يعني كيف يكونون بهذه المهمة والله يعني عهدنا على إخواننا المكفوفين في أثناء الدراسة كانوا طب قبل الإجابة عفوا عن هذا السؤال لأن الفيديو بيشير الآن إلى إمام مسجد السيدة زينة وهو في يده الخطبة المكتوبة ويقرأ منها ما الذي جعله يمسك بالورقة إذا كان الأمر اختياريا كما تقول لماذا يمسك بالورقة هل حضور وزير الأوقاف هو الذي أخجله وجعله يلتزم بهذه الورقة لا أظن هذا ما السبب السبب أراه يعني كانت هذه تجربة وكان هذا في حضور سيد وزير الأوقاف فكان يعني يريد طرح المنو حتى يحترم يحتز به الآخرين يعني أنا بدأت الفكرة وإنتو عليكم بقى أن تتقرروا نعم أعود لسؤالي عنك وحتى لو لاحظت الشيخ كان يمسك الورقة ينظر فيها ويكمل هو يقرأ يعني بعض العناصر العنوان الرئيسي الإشارات وهل هذا هو المطلوب يعني هل هذا ما تقصده وزارة الأوقاف أم تريد الالتزام الحرفي إلى الآن لم تقرر أو التزام بالموضوع والعناصر لم تقرر إلى الآن لم تقرر أي شيء بعد لم تقرر أي شيء طيب مش المكفوفين وضعاف النظر من الآئمة كيف سيتعملون مع هذه المشكلة؟ أنا قلت الحضرتك أننا عهدنا على أخواننا المكفوفين أنهم كانوا قوي الحافظة والذاكرة فكان إذا سمع شيئاً يحفظه سريعاً فهم صراعوا الحفظ ويستطيعون أن يرتبوا العناصر في أزهانهم ويعرضونها على الناس وعدد الإخوة المكفوفين في وزارة الأوقاف يعني لا يمثل نسبة كبيرة يعني أنا شائع استهان بقدر الإمام لأنني زي ما قلت حضرتك ليس مهمة الإمام فقط خطبة الجمعة ده خلينا طيب في خطبة الجمعة رأيك إيه في الكلام ده إذا التزم بالقراءة سيصبح دعوة للجهل المطلق ويسيره كالقطار ما هو هيبقى جاهل إمتى الإمام هيبقى جاهل لو ما بيقراش جاهل لو لم يسقف نفسه لكن عندنا إحنا مباحث نسقف أنفسنا فيها زي ما قلت الدروس اليومية إحنا الإمام نفسه قدوة حياته كلها يعني المفروض من المفروض أن يكون الإمام يحمل هم الدعوة في كل حياة في مشيته في أكلته في شربه في طعمه مع الناس في أخلاقه كل هذه دعوة ليست فقط مجرد خطبة الجمعة التي تقال في ثلث ساعة وثم ينصرف الإمام عن الناس طيب الدكتوري ما بيقول يعني المؤسسات الإصر كلها فشلت في تجديد الخطاب الديني وهي تأخذ يعني فكرة الخطبة المكتوبة تأخذ الدولة لشوارع جانبية فمنهم من يقول أنه يصحح صورة الإسلام في الغرب وكأن الإسلام في قفص الاتهام ويريد صرف الدولة عن قضية تجديد الخطاب الديني والدعوة لخطبة مكتوبة هي فتنة مبتدعة تهدف لوقت هذا الفكر في مصر الأزهر وبعدين بيسترشد الحقيقة قيمة الاسترشاد ده بيسترشد بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وبيقول أن هم يقرؤوا من ورق فكيف بنا نستنى إحنا سنة كده من عندنا نقرأ من ورق وكانوا بيعتمدوا على الزاكرة والحفظ والعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا عرب والعرب تميزوا بالخطابة كانت الخطابة حياتهم فكانوا يخضبون في النوادي ويخضبون في المجالس فكانت قريحتهم وحفظتهم قوية فيستطيعون أن يؤثروا في الناس بكلمات قليلة وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جوامع الكلمة فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى خطبه لا إذا بحثت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن خطب النبي لا تزيد ويوصل فيها الهدف والفكرة التي يريد أن يوصلها للناس صلى الله عليه وسلم لأنه عربي كان صلى الله عليه وسلم وصحابته عربا يعني العرب في الفترة دي كمان خصوصا يعني المحلقات السابع وكان الشعر وكانوا يتبارون في هذا الباب الخطابة يعني نحن لا نملك هذه الملكات نحن الآن لا نملك بعض الناس بعض الدعاء والخطباء بعض الخطباء لا يملك القريحة بعضهم يخطئ في القواعد اللغة العربية شيخ راشد وبعضهم يعني يخرج ليس الخطبة أو يخرج عن النموس عن الفكرة الدينية عن الأخلاق يعني بعضهم يهاجم بعضهم يعني يكونوا متطرفا في خطبته خطاب كراهية أحيانا هذا أعتبر من الدعاء هذا الدعاء الذي يؤجج الفتن وينشر الخطب التي تنشر الفتنة في الناس هذا داعي فاشل لأنه ما فهم الغرض الذي لأجله جعل الله الدعاء الدعاء ورسة الأنبياء والأنبياء لم يورسوا درهما ولا دينارا وإنما ورسوا العلم والعلم علم الأنبياء علم يدعو إلى الحب وإلى التسامح وإلى المودة وإلى الرحمة وإلى الألفة في المجتمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه سب أحدا أو شتم صلى الله عليه وسلم أحدا أو عاب أحدا حتى من اليهود الذين وأهل الكتاب الذين كانوا يسكنون معهم في المدينة المنورة صحيح في عامي الأجرب الخطيب والإمام أديه الخطيب أم خطيب المكافأة الأتنين يعني مرتب الإمام بعد الزيادة التي يعني زادها لنا سيادة الرئيس حوالي ألفين وخمسمائة جنيه شهريا شهريا والخطيب خطيب المكافأة يخطو بالخطبة بحوالي ستونة جنيه يعني في الشهر حوالي مئتين وعربعين جنيه نعم ده أيضا برضو من جوانب القصور في النهوض بالدعوة وبتجديد الخطاب الديني أن احنا نرفع من مستوى المعيشي للأئمة والخطباء وأيضا حتى يستطيعوا أن يعني يذهبوا إلى مزيد من العلم وشراء المراجع والتفرغ للدعوة الصالحة ولتجديد الخطاب الديني يعني اطرحنا على حضراتكم هذه القضية قضية الخطبة المكتوبة بين مؤيد ومعارض وكان معنا الشيخ راشد من الأوقاف يعني أنا بشكر حضرتك سيد راشد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ده أطرحنا على حضرتكم الفاصل حدوتة مصرية تتواصل وقناة السويس قناة السويس أكبر يعني ممر ملاحي ارتبط بتاريخ أمة كان قناة السويس هتكون معكم زاملتي إيمان شامية مع المؤرخ عاصم الدسوقي وليس وتتدينا في عمل طرق شكرا